وفي إطار الاحتفاء بإطلاق أسبوع الشجرة قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بزراعة 90 شجرة في حديقة مرفأ الزلاق بالتعاون مع بلدية المنطقة الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأشارك في عملية الزراعة مجموعة من دوي الهمم من نادي توست ماسترز العزم ومبادرة سمو التابعة لجمعية الكلمة الطيبة وبهذه المناسبة أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية أن أطلاق أسبوع الشجرة يضاف إلى الجهود المخلصة التي تبدلها الحكومة لتنفيذ التزاماتها البيئية ويعد حافزا لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع المؤسسات والأفراد في تحقيق الخطط الوطنية وزيادة الرقعة الخضراء في كل أنحاء المملكة